نحن في قلب ويك أند كروي حاسم ومميز عنوانه نهائيات مونديال قطر في التنافس على الميدالية البرونزية بينه وبين الفريق الكروتي أثبت الفريق المغربي أنه فريق بطل بكل ما في الكلمة من معنى صحيح أنه لم يحز إلا الترتيب الرابع لكن ذلك لا يغير في التوصيف شيئا فللمرة الأولى في تاريخ العربي وفي تاريخ إفريقيا يصل فريق عربي إفريقي إلى المربع الذهبي ويحتل مركزا متقدما بين الكبار في عالم الكرة وإذا كان من ذكرى عربية مميزة لموديال قطر فهي أن الفريق المغربي تعملق وتخطى ذاته وإمكاناته ووضع الكرة المغربية والكرة العربية في مصاف أبطال العالم هكذا وبعد تحديد المركزين الثالث والرابع أضحط الأنظار موجهة إلى ملعب لسال حيث تقام غدا المباراة نهائية بين منتخبي فرنسا والأرجنتين خطران يهددان فرنسا البطلة العالمية حاليا فيروس تنفسي أصاب بعض لعبيها يرجح أنه ما تطلق عليه منظمة الصحة العالمية تسمية متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ومتلازمة ليونال ميسي فهل في إمكان الفريق الفرنسي أن يتجاوز هاتين المتلازمتين ليحافظ على لقبه لأربع سنوات أخرى على أي حال مباراة الغد هي مباراة قمة بل مباراة نهائية بين أمتين كبيرتين كما قال قائد الفريق الفرنسي إيغور لوريس فمن سيحمل كأس العالم غدا في ملعب لسال لوريس أو ميسي سياسيا كلام الجمعة يمحه السبت ففي اللقاء التشوري الوزاري أمس بدأ أن الوزراء يمكن أن يتفق على معايير وألية محددة لانعقاد مجلس الوزراء وقد رحل البحث إلى اليوم من خلال لجنة وزرية رباعية ضمت أربعة وزراء قضاط لكن المجتمعين فوجئوا بأن وزير العدل غير موقفه إذ وخلافا لما تم الاتفاق عليه الجمعة قال خوري أن وزراء التيار الوطني الحر يعتبرون أنه لا يمكن لمجلس الوزراء أن ينعقد بتاتا وأن تسير الأعمال يجب أن يتم عبر المراسيم الجوالة وبتوقيع أربعة وعشرين وزيرا فماذا تغير بين الجمعة والسبت وهل تدخل جبران باسيل من قطر ليمنع التوافق الحكومي في الأثناء لا تزال قضية الاعتداء على اليونيفل تتفاعل ومن المفترض أن يصل إلى لبنان فريق من المحققين الإيرلنديين وذلك للتحقيق في ملابسات مقتل الجندي الإيرلندي وإصابة ثلاثة من زملائه وقد استبق وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي وصول فريق التحقيقات بقوله إنه لا يتقبل تأكيدات جماعة حزب الله بأنها ليست ضالعة في الأمر مرة أخرى المهزل المأساة تتكرر الدولة تشوه صورة الدولة وتضرب ما تبقى لها من صدقية في العالم